لكن في النهاية خلينا برضو نتكلم في إطار هذا الموضوع لأنه موضوع مهم ويهم الناس والناس كلها تتكلم في هذا الإطار اخترت حد غير الكابت المحمود الخطيب المهندس محمود طهر طبعا لكن في النهاية أول مقابلة بينك وبين الكابت المحمود الخطيب وإنت شرحت لي لكن أنا برضو عايز الناس تفهم أو الناس يوصل لها قد إيه النادي الأهلي هو البيت الكبير بالفعل بالضبط أنا حكيت الواقعة دي قبل كده وأتشرف اللي أنا حكيها تاني جوابيتي بتفاصيلها وأنا بحب أفتح قلبي بيتكلم عادي يعني يقول لك الكدبنا الساي فلو في حاجة كدبة من اللي أنا حكيتها فحيبين من اللي أنا حكيت يعني كنت ما عدي بالعربية من قدام النادي وما كنتش أعرف اللي النادي بيسموه فيما يسمى دستور الأهلي فأنا بعدي عادي مش عارف إيه لقيت زحمة وبرة وأعضاء دخلة وخارجة قلت وهو فيه ايه انتخابات جديدة دي ولا لا لقيت حد بيكلمني بيقول لي قابلت حد معاين من جوا النادي قال لي قوعة تدخل وكده ده في ناس كتير جدا من اللي هم ضدك ومش عادي قلت له مين الناس الكتير روح تساب العربية صف تاني حتى طلعت لقيتها مخلق والله يا اسلام مرزى إتا طول عمرك دخلت وأنا داخل أول حد قابلني لقيت خيمة وكده لقيت العميد محمد مرجان اه فشفني انا خلاص عرفت داخل النادي سألت بقى عرفت قلت انا عدخل اكتب موافق على حاجة هاعرف ما عرفش انا اكتب موافق عشان اثبت كمان حسن النواي فالعميد محمد مرجان وانا داخل الخيمة اخدني بالحضن ورح جاي اخدني على جنب كده قال لي بص انا عايز اقول لك كلمتين انا بحبك جدا جدا ده العميد مرجان اه اوكي وربنا الواحد ويعلم اللي انا براهن عليك طول الوقت اه فقلت له انا كمان بحبك وانا عارف انت بتحب النادي العميد مرجان بعد وقت احنا اصدقاء اساسا اه طبعا اه وكن في بنوايشات نقعد نضحك ونتقابل في البسين نتقابل على حمام السباحة كده يعني فقال لي كده قال لي اه انا براهن عليك طول الوقت وعارف اللي انت بتحب النادي الاهلي جدا واكتر حاجة اسعدتني اللي انت اه في ظهر نديك حتى وانت فدي المبادئ الحقية للنادي فقلت له ده طبيعي جدا ده حصل معي برا كزا كزا فانا صممت رح جاي واخدني قال لي عايز تروح فين وتكتبه يا بغز تلعت مش عارف رقم سبعة وعشرين اللجنة بتاعتي حاجة زي كده وروحت لقيت بقى ايه الناس كأني غريب الناس مستقرابة وكتير حتى قبلت الله يرحمه الاستاذ خالد توحيد الله يرحمه وويس قناة النادي الاهلي اه طبعا الله يرحمه فقابلني فاخدني بالحضن كنت بهاجمه ساعد شوية في البرنامج فقلت له اوعى تزعل مني في حاجة طب ده كان الشغل وهو راح جاي واخدني بالحضن كده ودردشنا راح لقيت صحفين كتير جدا في دهري رحت كتب له موافق وردته بالورق الموافق ولا لا? فداخل جوه في النادي دخلت فتعفيت الشمس بنلعب كورة. اه. في غرفة جنبها كده فداخل لقيت. انا فمش عابف اعمل ايه. ففتحت الباب بقى بقى ايدي بقى دخلت خطوتين فلاقيته انا داخل يعني بتاعف اصدقائنا صعبين. اه. فدخلت راح جاي لقيت الكابتن محمود اه ام وقف. وكان ايمية يعني تعبان شوية كان لسه رجع من المانيا. اه. فام وقف كده وكان في معا اتنين اصدقائنا انا عرفهم. فراح جاي ام ااخد خطوات لقدام فروح تقافل الباب وداخل. راح جاي واخدني في حضنه كده وقال لي مش محتاج حاجة. قلت له اه. قلت له لا يا كابتن مش محتاج حاجة. قال لي اولادك عاملين ايه? والدنيا عاملة ايه معاك? قلت له كله زي فقل الحمد لله. قلت له بتطمر على صحة حضرتك. فخرجت اسلام وقلت كلمة وبكرر نفس الكلمة اللي انا قلتها. مقلكش اي حاجة? او قلت. تانية يعني بخصوص حاجة تانية. اه. هو بس الكلمة. بقول لك اخدني بالحضن جميل جدا وراح جاي قال لي مش محتاج اي حاجة وطولة كابتن. انا كنت اصلا داخل يعني قلت بقى اكمل قعدة في النادية قابل الناس صحابنا. بصراحة مقدرتش مشيت وانا ماشي بالعربية. قلت النفسي كلمة يعني. مم. قلت عارف اه احرجني بادبه. مم. احرجني بادبه. مم. بصراحة ده ده اللي انا حسيته كده. فقلت انا مالي وما الانتخابات وشاركت ليه وقل لانا عملته وقعدت بقى دربها جوا دماغي ما تشاركش تاني وما لكش دعوة. ما تدخلش في حاجة مش بتاعتك ما ده مش. وفتقرت اما انت كلمتني في التريفون انت زكي جدا انا قري دماغك شوفت عينك. اه اتصلت بيا انت مرة. فاكر. اه. وقلت لي ما لناش دعوة ما لكش دعوة. ايو عاربش انا ما عاربش. عاربش. يعني حسيت لانا ماشي في الطريق ده وخلاص. اللي اتنين يومسلوا النادي الاهلي وخلاص. بالزبط يا وجهات نظر في الاهلي. بالزبط. ولكن ازبط بعد وقت. يعني مثلا في وضع حجر الاساس. مم. مجلس دارة النادي الاهلي انا شفت الكراسي. كان مكتوب بالمهندس محمود طه. ايو. هو ده النادي الاهلي. وفي واقعة مهندس محمود طهر انا كل الدعم انا ما قابش ادى حد غير مع رئيس مجلس الارة واحتاج مني اي حاجة. انا في ظهره. هو ده النادي الاهلي كل يوم بيدي درس للجماعة. لكن في ناس زي ما بقولهم خفافيش الظلام. دايما عايزة خنقات ودايما عايزة اه اه يعني مسلا اول حاجة بتروح انا بقال لي يا اسلام تلات سنين منهم سنتين بعدت خلاص عن كل حاجة. ايو. اول ما بتقيت اظهر اول حاجة. الانتخابات كانو وجبة انا اتولدت كده في بتاعي. يا جماعة انا في قناة النادي الاهلي من ايام الكابتن حسن حمدي. ايو. من زمان كان معنا برجاوي وناس كتير جدا وساميرا مش عايز عشان ما انساش حد. اه. وكان رئيس القانال. الناس كلها مقابلة مبسوطة بالوجود. الحمد لله. فانا كنت موجود من زمانت انا جيت كملت المسيرة.